موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسلم حياكم الله طلابنا طالباتنا مع درسنا الرابع وهاي حصة رقم اثنين عارفين عنوان الدرس من الحصة الماضية الاقتران اللوغريتم الطبيعي شو تكملت العنوان مشتقته وتكامله مشتقته وتكامله اخذنا الحصة السابقة الجزء الاول وهو الاشتقاق متذكرين المشتقة طبعا يا استاذ ما احنا الحصة راجعناها طيب ذكروني انا شو مشتقة اللوغريتم الطبيعي شو هو اللوغريتم الطبيعي استاذ بكون اساسها العدد النيبيري ما مشتقت اللوغريتم لام اسين استاذ نشتق ما داخل اللو لام فتحة وبنقسم على نفسه ما داخل اللوغريتم ورمز اللو بيروح مشتقت ما داخل اللو مقسوم على نفسه لام فتحة على لام طيب مين اللي بيساعد فيه وبيبسط الاشتقاق وسهذا اللي بيبسط الاشتقاق قوانين اللوغريتم فيه عمنا ثلاث قوانين اساسية اذا عليه قوة القوة بتطلع لبرة بعدها منشتق اذا كان هون في ضرب ضرب اقتران ثاني الضرب بنوزعه على الجمع وبعدها منشتق اذا العملية قسمة اللوغريتم حاصل قسمة القسمة توزع على الطرح لوغريتم البسط ناقص لوغريتم المقام هذه القوانين الثلاث بتبسط عملية الاشتقاق طيب يا علمي اذا كان القس متغير اعطيتك اقتران ثلاث قوة سين تربيع جد المشتقا شو علاجه استاذ هذا العلاج بندخل اللوغريتم الطبيعي على الطرفين علشان القس يطلع لبرة ادخال اللوغ على الطرفين بفصل الاساس عن القس وبعدها منبلش نشتق حلو هذه لا اعطيتكم اياها بداية الحصة ريفرش مراجعة سريعة للي اخذنا الحصة السابقة طيب اليوم رح ناخذ الجزء الثاني وهو التكامل اليوم بدنا نتعلم تكامل طيب في عنا هون قاعدة جاهزة تنص على يا سلام تكامل واحد على سين ابدال السين طيب الان بداية مش انا احكي اللي بنفسك طالب قال بسيطة بنعمل تجهيز للتكامل بقوله شو التجهيز قال برفع سين لفوق بتصير تكامل الواحد عسين سين قوة سالب واحد بقوله ماشي ثم ماذا اوعد قولي نطبق قاعدة زيد ويقسم لما اعطيتها قاعدة سين السنون زيد على القوة واحد ويقسم عليها زائد جيم اعطيتك شرط ان الاسنون لا يساوي السالب واحد قاعدة زيد ويقسم تصلح لكل الاسس ما عدا السالب واحد تعال كم نون سالب واحد اذا ما استفدنا من التجهيز انا بجهز عشان كامل انا برفع لفوق عشان اطبق القاعدة هذا لو جهزته ما بتقدر تطبق القاعدة بعدين اللي بتيس اتياسة بتبين تعال زيد واحد ناقص واحد زائد واحد صفر اقسم على صفر شو يعلمي المقام صفر غير معرف صار القاعدة باطلة هذا الكارك غلط انا اي اشي بجهزه طلع علي واحد عسين تكعيد جهزه سين السالب ثلاث جهز عشان تكامل زيد ويقسم زائد جيم سين قوة سالب اثنين عسالب اثنين اي اشي بجهزه الا هالمسخوطة تعال نتفق عليها سين ما بتتجهز لانك لو رفعت سين لفوق بتصير معاك سالب واحد يمنع استخدام القاعدة ووصلت يا استاذ لسا انا ما اعطيتكو الجواب تكامل واحد عسين بس انا حكيت اللي ببطنك لانه ربما الطالب يقول لي اش ما يرفع سين لفوق ويطبق هاي القاعدة اعطيتك الجواب طيب استاذي وهذا كيف بدنا نكامله ايوا حلو كيف بدنا نكامله قبل ما اعطيك الاجابة وتبصمها عن غيب بديك تفهم ايا استاذ هلأ علمتك انه التكامل عكس التفاضل تكامل الجتة هي جيب من وين اجت القاعدة اجت من الاشتقاق مشتقت الجيب بعطيني جتة لذلك تكامل الجتة يساوي جيب يلا فكروا معاي اعطوني اقتران اشتقه يطلع واحد عسين مين اللي مشتقته بتعطي واحد عسين فكر اعتمد على الحصة الاولى ارجع للاشتقاق استاذي لو قلت مسين يا السلام عليك احسنت ليش ما مشتقت له قرتم السين واحد عسين مشتقت ما داخل اللو واحد على نفسه هيرجع لجوة التكامل تمام ولكن يا علمي نضع رمز القيمة المطلقة سين عليها رمز مطلق السؤال لماذا طيب لانه اللي جوة له سين متغير ممكن سين تكون سالبة ممنوع اللي جوة اللو يكون سالبة الحصة الماضية لما عملت لكم مراجعة لللوغاريتم قلتلك انه اللي داخل اللو موجب معناته اللي داخل اللو سين كيف اضمن انه سين تكون موجبة بحط عليها رمز القيمة المطلقة طيب البعض يقول طيب يا استاذ ولي ما بيحط مطلق شو بصير يعني طالب قال انا بدي حط الجواب لو سين بدون قيمة مطلقة طيب اهبل افرض انه هذا التكامل محدود اه وكان التكامل حدوده من سالب اثنين لثلاثة تعال تعويض الاعلى لوغاريتم الثلاث ناقص تعويض السفلي لوغاريتم السالب اثنين ما في لوغاريتم لعدد سالب صار عندك مشكلة هذا اذا بتدخله على الآلة الحاسبة بتعطيك إيرور آها طب استاذي وشو حل المشكلة الحل تخطيها الله مطلق ها طلعها لو عوضنا سيني بتسالب اثنين عليها مطلق بتصير اثنين ها لوغاريتم الثلاث ناقص لوغاريتم الاثنين فوضع المطلق حماية إله طيب طيب هنا طالب بيسأل بيقول طيب يا أستاذ ما بيأثر على الاشتقاق لا ما بيأثر لأنه أنا الحصة الماضية علمتك إذا لداخل اللغة عليه قيمة مطلقة كيف نشتق طنش المطلق واشتق ولك إنه عليه قيمة مطلقة لوجرتم مطلق سين مشتقته واحد على سين والله يا أستاذ بتحكي صح اقتنعت اقتنعت تمام إذن هذه قاعدة تحفظوا ليها تكامل واحد على سين لوغرتم القيمة المطلقة لسين إذا واحد قال لك من وين إجت القاعدة لماذا بتقول له لأنه لو سين لما نشتقه برجع واحد على سين طيب هاي فهمناها هلأ هاي القاعدة خاصة بشكل خاص طيب تعالوا ناخذ القاعدة بشكل عام تكامل لام فتحة أو قاف الفتحة لسين على قاف السين طيب فكر معاي تكامل قاف الفتحة على قاف أيوة أعطيني اقتران أشتقه يطلع قاف الفتحة على قاف أو أقول لك بدي أحط نفس الرمز لأخذنا الحصة الماضية ببدل قاف فتحة هاي لام فتحة معنها مش فارقة لام فتحة على أم أعطيني اقتران أشتقه يطلع لام الفتحة على بعد ما أخذنا الحصة الماضية تعلمنا الاشتقاك ها مش سامع يا سلام عليك يا حمدة يا سلام أنا ما بفي الشغل لغير حمدة بتقول حمدة لوجاريتم لام السين علي قيمة مطلقة زائد جين طب ليش يا حمدة لماذا أستاذي لوغاريتم لام السين لما نشتقه مشتقة ما داخل اللو لام فتحة على نفسه على لام هاي رجع لام فتحة على لام طب حمدة لو انتي مش ماخذ الاشتقاق الحصة الماضية تقدري تعرفي التكامل لا يا أستاذ مستحيل لو أنا مش متعلم اشتقاق ما كان تعطيتك الجواب يا سلام فالتكامل مبني على التفاضل مبني على الاشتقاق إذا ما بعرف اشتقاق ما بعرف تكامل تمام بس هذه القاعدة يا جماعة ما رح نحفظها كما هي على اللوح العاد يا أستاذ بدنا نحفظ القاعدة عن نحو التالي الآن عندك شرط يا سلام وعندك نتيجة يا عيني اسمع الشرط تبهو لأنه حصت كل يوم من أولها لآخرها والله مبنية على هاي القاعدة ستحكي عن جد آه حصت اليوم فل على قاعدة واحدة ما رح نجيب غيرها هلا عندك باست وعندك مقام عندك باست هاي باست وعندك مقام خاطبني بالكلمات ماذا تلاحظ اشتق المقام المقام لامسين شو مشتقته والله مشتقت لام لام فتحة هيا بالباست معناته لما نشتق اللي تحت بعطي اللي فوق مشتقته تحت بساوي اللي فوق مشتقت المقام بتساوي الباست اشتق المقام بعطيك الباست ايه خلينا أكتبها بلا مشتقت المقام تساوي الباست يا السلام أنا أبدأ لأخصلك القاعدة بالكلمات لأنه الرموز بتتغير يا علمي بس الكلمات بتظلها راسخة بذهنك من هون لعشر سنين عمرك ان شاء الله ما بتنساها مشتقت المقام تساوي الباست مظبوط اشتق المقام بعطيك لام فتحة اللي هو الباست طيب إذا هذا الشرط تحقق اسمع النتيجة انتبه يا خديجة النتيجة التكامل شو بطلع جوابه جواب التكامل لوجريتم لوجريتم لامسين من هو لام؟ لام بمثل المقام إذن لوجريتم المقام عليه قيمة مطلقة للأساسها زائج يلا عينك على الأزرق يلا شو القاعدة بتقول لك إذا كانت هذا الشرط مشتقة المقام بتساوي الباست فإن التكامل يساوي لوجريتم المقام عيد الشرط مشتقة المقام تساوي الباست النتيجة شو بطلع جواب التكامل لوجريتم المقام عليه قيمة مطلقة يا السلام معناته يا علمي هذه القاعدة تتعلق تتعلق بتكاملات كسرية تكامل بيحتوي على كسر لديك باست ولديك مقام ولكن هل أي تكامل كسري في باست مقام بنحل على هذه القاعدة لا طب متى بيضبط التكامل الكسري على هذه القاعدة إذا تحقق الشرط وهو أن مشتقة المقام بتساوي الباست لازم مشتقة اللي تحت يساوي اللي فوق اي مش يا عبلة تشتقيلي اللي فوق مش تشتقيلي الباست لا اشتقي اللي تحت إذا مشتقت اللي تحت ساوي اللي فوق إذن بنحل على هاي القاعدة شو بطلع جواب التكامل لوقر رتم المقام طيب كويس معناته مش أي تكامل مكتوب على صورة باست ومقام نطبق عليه القاعدة تطبق القاعدة إذا تحقق الشرط طيب ليش هاي حالي خاصة أنا بقول لك ليش تعال طبق الشرط المقام سين شو مشتقته واحد المقام سين مشتقته واحد هاي الباست واحد إذن هنا مشتقت المقام ساوة الباست معناته بنطبق على القاعدة لوقرتم المقام مين المقام سين هاي لوقرتم السين اللي هو المقام زائد جين يا السلام فهذه حالي خاصة فعلا مشتقت سين بتعطيك واحد تمام علمي ديروا بالكم لما واحد يقول لك ما تكامل سين والسالب واحد أوعة تقول لي زيد ويقسم أوعة تذكر عندما يكون الأس سالب واحد بنحل التكامل على اللوقرتم وين بنحل على اللوقرتم بتنزل على المقام بيصير واحد على السين وتكامل الواحد على السين هو لوقرتم القيمة المطلقة لسين تمام إذن عندما يكون الأس سالب واحد بنحل على اللوقرتم بتنزل على المقام تمام مستبي طيب قبل ما ندخل على الأمثلة يا علمي خلينا بالدردشة لأن الدردشة لسه ما خلصتها طلع لي هون تكامل على سبيل المثال المقام سين تكعيب زائد خمسة سين ناقص واحد مكتوب بالبسط ثلاث سين تربيع زائد خمسة طيب شوف لي هذا التكامل بنحل على هاي القاعدة ولا لا طيب كيف نعرف يا أستاذ عندك بسط وعندك مقام بتروح بتطبق الشرط كيف نطبق الشرط بروح على المقام وبشتق اشتق اللي تحت فضل اشتق الخمسة سين خمسة هاي خمسة الواحد ثابت مشتقته صفر إذن تحقق الشرط مشتقت المقام ثلاثة سين تربيع زائد خمسة هل ساوى البسط نعم هذا هو الشرط مشتقت المقام ثلاثة سين تربيع زائد خمسة وهذا يساوي البسط مادام الشرط تحقق النتيجة طلع طلع النتيجة يساوي لغ قريتم المقام البسط ولا بدخل على الحل أو ع هذا ما بدخل على الحل أيوة اللي بدخل على الحل المقام لغ قريتم القيمة المطلقة لسين تكعيد زائد خمسة سين ناقص واحد للأساس ها زائد جيم لا تقول يا أستاذ وين راح البسط طار خلص ملناش فيه عندما يتحقق الشرط جواب التكامل هو اللوغ قريتم المقام البسط ولا بدخل على الحل ما بظهر بالحل اللي بظهر بالحل المقام طب استبدأ تأكد إنه حلي صح اشتق تعال حصة الماضية طنش المطلق واشتق مشتقة ما داخل اللوغ قريتم مقسوم على نفسه اشتق اللي جوه اللوه ثلاث سين تربيع زائد خمسة هاي على نفسه على السين تكعيب زائد خمسة سين ناقص واحد هاي رجع الاختران لجوه التكامل والله يا استاذ مية بالمية هنا طالب يسأل طب استاذ هذا الشرط بالامتحان اكتب لهم إياه عليه علامات ولا لا لا ما عليه علامات هضي لك انت مشان تتأكد إنه الشرط متحقق بس هاي الحل التكامل يساوي لغ رتم المقام قيمة مطلقة مش محاسبك ليش مش كاتب الشرط هذا الشرط إلي أنا مش أنا أطبق القاعدة يعيني عليك يا استاذ طي ولكن لا يعني ذلك إنه فهمت كل شي له يا استاذ شو عندك كمان آي واش شوفوا علي ممكن الشرط ما يتحقق الشرط غير متحقق ومع ذلك ممكن يا استاذ تحفظ لي هذا الشعار إنك مش مشكلة ثوابت مش مشكلة الثوابت بنقدر بنقدر نلعب في الثوابت شو هاد يا استاذ أضح جاب هلا بشرح لك تكامل تبه تكامل المقام سين تربيع زائد واحد مكتوب بالبسط سين دال السين طيب تعال نختبر الشرط اشتق اللي تحت مش تشتق اللي فوق اشتق المقام مش تقت المقام اثنين سين مش تقت المقام اثنين سين هل يساوي البسط كوسيون مارك طيب البسط بيمث سين أنا بدي البسط يكون اثنين سين وين المشكلة المشكلة بالثابت المشكلة بالاثنين مش مشكلة الثوابت بنقدر نلعب في الثوابت يعني إذا كانت المشكلة بالثابت بده ينحل على القاعدة يعني خلينا أحكي لك عبارة يمكن تزبيط الشرط عيد يمكن تزبيط الشرط كيف يا سلام بتروح الآن المقسين على سين تربيع زائد واحد شوف شو بنا نعمل علشان الشرط يتحقق ناقصني اثنين بدنا الرقم اثنين احنا بدنا مشتقة المقام اثنين سين عندي سين اذا بضربها باثنين بالمقابل بقسمع اثنين نحافظ على التوازن ما بصير رياضيا اضرب البسط باثنين واترك المقام ضربت البسط بدك تضرب المقام مشان يروح مع بعض اذا المقام بتضربه باثنين والاثنين اللي بالمقام كونه ثابت بطلع برا التكامل بصير واحد على اثنين يعني نص عينك على الاحمر يلا كأنه الاثنين بيروح مع الاثنين وبرجع التكامل كما كان وكأن شيئا لم يكن اذا ضربنا البسط باثنين بالمقابل قسمت على اثنين ضربت باثنين وقسمت على اثنين الاثنين اللي بالمقام طلع برا التكامل صار نص هل تحقق الشرط نعم هذا هو معنى عبارة مش مشكلة الثوابت اذا كانت المشكلة بالثابت يمكن تزبيط الشرط وحله على القاعدة بده ينحل على اللوغاريتم اما ما طالب يقول لي مشتقت المقام اثنين سين اذا بنحلش على له لا مش بيناتنا الرقم اثنين اذا المشكلة بالثابت يمكن تزبيطه وحله على القاعدة ضربنا البسط باثنين وقسمنا على اثنين طيب اللي برا التكامل بتنزله كثير طلاب بنسى الثابت اللي خارج التكامل النص بنزل الضرب هذا التكامل ماذا يساوي تذكر او تنسى عندما يتحقق الشرط فان جواب التكامل هو اللوغاريتم المقام يلا ايه التكامل اللوغاريتم المقام مطلق سين تربيع زائد واحد للأساس ها زائد جيم بس في ايش مضروب ابنس الثابت اللي برا التكامل نزلناه التكامل هو لو المقام التكامل لو المقام تمام هذا معنى عبارة مش مشكلة مين الثوابت طيب خلينا ناخذ واحدة ثانية كمان على سلافة مش مشكلة الثوابت طلع لي هون عندي تكامل سبعة على خمسة ناقص تسعة سين طيب اشتق المقام انا باشتق المقام باشتق اللي تحت ما مشتقت المقام استاذ مشتقت المقام سالب تسعة طيب هل يساوي البسط كوستين مارك لعبة ثوابت هاي سبعة وهاي سالب تسعة معناته بدنا نحلو علو كيف يا استاذ انا بدي البسط يكون سالب تسعة هلا بنزبطه السؤال الاول هل العدد سبعة هاض اللي هون بحاجة له لا يا استاذ السبعة والله مني بحاجتها انا بدي سالب تسعة طيب بكل بساطة السبعة بتخرج خارج تكامل شو بتطلع سبعة هاي سبعة يا محترم ضرب تكامل واحد على خمسة ناقص تسعة سين اذا الحركة الاولى اتخلصنا من السبعة صفة بالبسط واحد نرجع للشرط مشتقت المقام سالب تسعة انا بدي البسط يساوي سالب تسعة ايش اعمل فيه استاذ اضربه اضرب البسط بسالب تسعة بس استاذ بالمقابل بنقسم نقسم على سالب تسعة لا يجوز اني اضرب بدون ما اقسم مشان احافظ على التوازن عينك على اللون الازرق بتروح السالب تسعة بالبسط مع سالب تسعة بالمقام برجع كما كان يا السلام حافظنا على المقدار استاذ وبعدين وبعدين اللي خارج التكامل بنزله سبعة على سالب تسعة او سالب سبعة على تسعة التكامل جوابه دايما لو المقام مطلق خمسة ناقص تسعة سين زائد جين تمام تمام يا استاذ هذا معنى عبارة مش مشكلة مين الثوابت اذا انا بقدر العب بالثابت زي ما بدي تمام طيب وبدأ اعطيكو هالهدية اعطيكو هاي الهدية اي تكامل على صورة ثابت على خطي بنحل دايما على اللوجاريتم دايما اه دايما ثابت على خطي غصبت عنك بدو ينحل على اللوجاريتم لانه لما يكون المقام خطي لما نشتقه بعطي ثابت مشتقة الخطي ثابت هاي ثابت استاذ بالكي هذا لما نشتقه بعطي ثابت مش نفس الثابت اللي هون حتى لو هاي هون هاي ثابت على خطي عليش انحل انحل على اللوجاريتم طلعنا السبعة برة ضربنا بسالب تسعة قسمنا على سالب تسعة اذا علمي ثابت ثابت على خطي كل هاي الاسئلة وين بتنحل على اللوجاريتم عبلة شو بتخترح علي بتقول لي يا استاذي طب انا هيك بدأ حلو بقول له كيف قالت تجهيز كيف تجهيز قالت سبعة ضرب خمسة ناقص تسعة سين هاي رفعتها لفوق بدل واحد سالب واحد بقولها كم لي يا عبلة خطوة صحيحة وبعدين استاذ اخذنا قاعدة خطي مرفوع لقوة اوعد تبقيها القاعدة لما اخذنا قاعدة خطي مرفوع لقوة اشترطنا عليكم ان القوة لا تساوي سالب واحد ما للقوة سالب واحد القاعدة باطلة لانه لما بزيد عليها واحد بتصير صفر ولما نقسم على صفر بصير غير معرف اذا يا علمي اذا كان الاسالب واحد هذا النوع بنحل سواء سين او خطي عليه قوة ديروا بالكم تمام تمام طالب بسأل طب افرض يا استاذ المشكلة بالمتغير المشكلة بالمتغير كيف يعني استاذ يعني مثلا عندي سين على سين تكعيب ناقص واحد مثلا هيك ثلاثة سين على سين تكعيب ناقص واحد شو مشتقة المقام مشتقة المقام ثلاثة سين تربيع هل لها علاقة بالبسط مستحيل هذا ما بتزبط اللي بتزبط هو الثوابت بس طب استاذ مشتقة المقام ثلاثة سين تربيع قالوا استاذ بنقسم على سين هايك الله لا يعطيك العافية احنا بنضرب و بنقسم بثوابت متغير لا اقول لك ليش انت ضربت المقام بسين هو فعليا ضربنا المقام بسين انا ضربنا البسط وضربنا المقام سين اللي بالمقام هل بتطلع بر التكامل لا ما بتطلع مين اللي يمكن اخراجه خارج التكامل الثوابت اللي بطلع بر التكامل هو الثابت اخذناها خاصية هل المتغير بطلع خارج التكامل اعوذ بالله عشان هيك اذا المشكلة بالمتغير لا ما بنحل على اللوغارتم ولا تسألوني السؤال عليش بنحل لساتنا احنا ببداية الوحدة عليش بنحل لا قدام بصير خير وبجوز ما ينحلش وبجوز بنحل على طرق موجودة بالجامعة المهم انه هاذ ما بنحل على اللوغارتم وصلت وصلت اذا اوعى طالب يلعب بالمتغيرات لا تضرب بمتغير وتقسم على متغير ويطلع بر التكامل لا انا بحل على اللوغ وبزبط الشرط اذا كانت المشكلة بالثوابت متغيرات اوعى غلط والله يا استاذ مليح اللي حضرتني منه الحمد لله طيب هل انتهت الدردشة والمقدمة عشان ندخل على الاسئلة يا عيني ظلت شغلة احكي لكم هالسولافة بتعرفوا الان وين مشكلة الطلاب انا بحكي لكم وين حالا بنا ندخل على الامثلة ورح ناخذ اسئلة من هون لنهاية الحصة على هاي القاعدة اسئلة لما تشبع المشكلة وين انه الطالب مهيأ للقاعدة كيف هسا كلكم بس تشوفوا اول مثال يلا استاذ اشتقي المقام بطلع معاك البسط وبالتالي بدو ينحل على اللوغارتم فكل الطلاب هيأوا حالهم انه اي تكامل بدي اطرحه بحصة اليوم بدنا نحله على اللوغارتم نشتقي المقام ونختبر البسط طب عيارنا خلصنا هاي الحصة وخلصة الوحدة هاتي الذكر انه هذا التكامل بدو ينحل على اللوغارتم رح ننساها القاعدة والله يا استاذ بتحكي صح اها وبالتالي احنا لما نشرح ونعطي طالب قاعدة ونقوله يلا على الامثلة الطالب تبرمج الامثلة اللي بدي يحلها الاستاذ تطبيق على القاعدة وبالتالي الكل مهيئ حاله يشتقي المقام ويقولك بيساوي البسط اذا خلصت الحصة وغبنا عنك وثلت اربع حصص وعرضنا السؤال على هاي القاعدة نادر مطالب يعرف انه بنحل هون طب استاذي والله بتحكي الصح وشو حل هاي المشكلة حل المشكلة بدي اعطيك سلاح قوي مفتاح دير بالك عليه من هون لنهاية الوحدة اي تكامل اي تكامل بيحتوي عكسر في بسط وفي مقام اعطي اولوية التفكير للو جاريتم انا ما حكيت انه بنحل على اللو جاريتم انا دقيق اي تكامل مكتوب عصورة بسط ومقام اعطي اولوية التفكير للو جاريتم فكر باللو جاريتم استاذي كيف افكر باللو جاريتم اختبر الشرط اشتق المقام اذا ساوى البسط او يمكن تزبيطه حلنا على اللو جاريتم طب واذا الشرط ما تحقق اذا مشتقت المقام ما ساوت البسط معناته ما بنحل على اللو جاريتم وروح فكر بطريقة ثانية في طرق اخرى ولسه في دروس لقدام لسه ما خدناهاش هيك بكون انا سلحتك بمفتاح وعمرك ما رح تنسى القاعدة اذا في الحصص القادمة من هون تخلص الوحدة اي تكامل في بسط ومقام لمين نعطي اولوية التفكير للو جاريتم اول طريقة بفكر فيها اللو جاريتم اذا فشلت بروح بدور على طريقة ثانية طبعا هذا المفتاح هذا المفتاح كثير مهم وخطير بس بعض الطلاب ما استوعبه الدليل على كلامي اطلع على اللوح تكامل مثلا على سبيل المثال جت السين على واحد زائد جيب السين بدي امزح معاكو انا طيب بالله هذا التكامل اول ما ارطي لكم اياه على اللوح سبعين لا سبعين لا ثمانين بالمية من الطلاب لو اجاه هذا السؤال بالامتحان على ثمانين بالمية بقول لك مرافق يلا المقام واحد زائد جيب اكبس مرافق يا سيد اللي يحله على المرافق صح مش غلط ولكن افاجأك هل اعطيت انت لأولويتي التفكير للو جاريتم لا سألت لاني اول ما شفت السؤال قلت مرافق معناته انت ما رديت على استاذ ماني معطيك مفتاح بس انت هذا المفتاح مش حاسب قيمته ماني قلت لك اعطي اولويتي التفكير للو جاريتم اختبر الشرط اشتق المقام مشتقة الواحد صفر مشتقة الجيب جتة ايه اه والله مشتقة المقام جتة اعطى البسط ولا ما اعطاش اعطى الشرط اتحقق ولا لا اتحقق معناته على القاعدة لو جاريتم المقام واحد زائد جيب قيمة مطلقة زائد جيم انا خلصت حل السؤال انت لسه بدك تضرب بالمرافق يا عندك تعمل ست سبع خطوات انا خلصت حل لو جاريتم المقام مين اصرع انا اصرع اذا في بعض الاسئلة يمكن حل السؤال باكثر من طريقة شان هيك انا اعطيتك مفتاح بس انت ما فهمتني اعطي اولويت التفكير لاللوغارثم هلأ بطلع الطالب من الامتحان يا الله يا استاذ ما خطر ببالي احلوا على اللوغارثم هقولوا لاناك ما رديت علي في مفتاح انا اعطيتك perspektive اعطي اولويتي التفكير للوغارثم هسه بندخل على الأمثلة وإحنا مبسوطين أنا معاكو يعني اللي بدو ينتقدني وقول يا أستاذ أنت بتطول بالدردشة يا جماعة الخير هاي الدردشة اللي بيعطيها أول نص ساعة هي عبارة عن الدرس تطبيق الأمثلة مش مشكلة هسه لفهم المقدمة والدردشة اللي أعطيها هسه يعطيك العافية تعال تفضل جاي السؤال الأول جدي التكاملات التالية ثلاث على سين يلا عندي بسط مقام ما مشتقد سين واحد طيب معناته الثلاثة بتطلع لبرة تلزمنيش شو بيظل تكامل واحد على سين أوعى حدا يقول لي ارفع سين للبسط ديروا بالكم خالص هذه قاعدة احفظوها ما تكامل واحد على سين لو جارثم السين قيمة مطلقة زائد جين طبعا مضروب بثلاثة حيلو بعدين مع ممارسة الأمثلة بصير عندك سريع البديهة بالله مين يعطيني تكامل خمسة على سين خمسة لو سين خلاص الخمسة بتطلع برة بيظل واحد على سين تكامل تسعة على سين تسعة ضرب لوغريتم السين التسعة بتطلع برة بيظل واحد على سين تمام مستاذين تفضل اختبر الشرط ما مشتقد المقام ثلاث سين تربيع ستة سين هاي ستة سين ايه سوى البسط يا عيني طبعا الخمسة ثابت سفر الشرط تحقق النتيجة لو المقام ثلاث سين تربيع ناقص خمسة قيمة مطلقة محدود ما في زائد جيم ها محدود من واحد لثلاث طعويل الثلاثة لوغريتم سين ثلاث عليها تربيع تسعة ثلاثة بتسعة سبعة وعشرين سبعة وعشرين ناقص خمسة اثنين وعشرين ناقص تعويض الواحد ثلاثة بواحد ثلاثة ثلاثة ناقص خمسة سالب اثنين بس السالب اثنين عليه مطلق بصير اثنين ديروا ذلك عليه قيمة مطلقة طيب الآن اللي ترك الجواب هيك صح مش غلط ولكن افرض هذا السؤال ضع دائرة وهذا مش موجود بالخيارات شو بنلقى البديل البديل قوانين اللوغاريتم لاخدناها الحصة الماضية الطرح برجع لقسمة بدل لو ناقص لو بتصير لو منفرد رجعلي الطرح لقسمة اثنين وعشرين تقسيم احداش عفوا اثنين وعشرين تقسيم اثنين احداش اذا الجواب لوغاريتم الحداش رجعنا الطرح لقسمة اثنين وعشرين على اثنين فيها احداش لو كانت جمع لمين بترجع لضرب اذا الطرح برجع لقسمة والجمع بيرجع لضرب تمام يا استاذي كيف الوضع استاذ الحمد لله تمام طيب فرع الثلاثة تكامل من اثنين لأربعة واحد على تسعة ناقص اثنين سين علمي اعطيتكم هدية ثابت على خطي بدو ينحل علوه ثابت على خطي بدو ينحل علوه ما مشتقت المقام سالب اثنين هل ساوى البسط لا شو اعمل استاذي اروع على البسط اضربه بسالب اثنين واحد على تسعة ناقص اثنين سين اضرب البسط بسالب اثنين بالمقابل اقسم على سالب اثنين تمام تمام بروح الاحمر مع الاحمر برجع الاسود ها سالب اثنين بتروح مع سالب اثنين وكأن شيئا لم يكن هل تحقق الشرط نعم مشتقت المقام ساوت البسط وعندما يتحقق الشرط اللي خارج التكامل بنزل سالب نص اما التكامل فهو لوجاريتم المقام تسعة ناقص اثنين سين قيمة مطلقة محدود من اثنين لاربعة تمام تعويض الاربعة ناقص تعويض الاثنين شو رايكم السالب نص او تخليه عامل مشترك يلا تعويض الاربعة اثنين باربعة ثمانية تسعة ناقص ثمانية واحد للأساس ناقص تعويض الاثنين اثنين باثنين اربعة تسعة ناقص اربعة خمسة لوجاريتم الخمسة طيب قانون لوجاريتم الواحد صفر شو بيظل ناقص لوجاريتم الخمسة في ناقص نص سالب في سالب موجب نص لوجاريتم الخمسة الجواب نص لوجاريتم الخمسة تمام لأن لوجاريتم الواحد سفر هاي بتروح اكتبلكوا الجواب بطريقة ثانية طبعا هنا انت اخدت علامة كاملة هذا جواب نهاية ولكن نخشى اسئلة اضع دائرة كيف اتخلص من النص النص معامل معامل اللوجاريتم نص قوانين اللو هذا برفع بصير قس يعني لوجاريتم خمسة وخمسة قوى نص هي جذر الخمسة اها اذا نص لوجاريتم جذر الخمسة فاذا انا السؤال ضع دائرة ملقيتش نص لوجاريتم بلقى بدالو لوجاريتم جذر الخمسة تذكر معامل اللو كيف اتخلص منو برفع وبيصير قس خمسة قوى نص هي جذر الخمسة تمام طيب مسألة رقم اربعة تكامل اربعة سين زائد واحد على ستة سين تربيع زائد ثلاثين زائد اثنين تعال نختبر الشرط يلا اختبار الشرط اشتق المقام مشتقت المقام طبعا هذا اللي بكتب فيه مش تابع للحل هذا ما علي علامات هذا ايلك انت عشان تركز اشتق المقام ستة سين تربيع مشتقتها 12 سين زائد ثلاثة سين مشتقتها ثلاث الاثنين ثابت صفر هل الو علاقة بالبسط طب مش مشكلة الثوابت هل يمكن تزبيط البسط حتى يصير 22 سين زائد ثلاث نعم مش طالب يقول لي هذه الثلاث عامل مشترك هذا شو بدك فيه هيو السؤال انت هون بتزبط انت بتزبط هذا اللي هون البسط العب البسط عشان يساوي هذا المقدار بالله اربعة سين زائد واحد ايش اعمل فيها عشان تصير 22 سين زائد ثلاث استاذ اضرب البسط بثلاث صح اذا باجي على البسط بضربه بثلاث اضرب لي البسط بثلاث شو بصير بصير 22 سين زائد ثلاث على 60 سين تربية 30 زائد اثنين وبالمقابل اقسم على ثلاث حلو اذا انا مين بزبط انا بزبط البسط بزبط البسط عشان يساوي الشرط البسط 40 زائد واحد ايش اعمل فيه علشان يصير 12 سين زائد ثلاث ضربه بثلاث 40 بثلاث اطناعش سين واحد بثلاث ثلاث ضربنا البسط بثلاث قسمنا على ثلاث طيب تحقق الشرط اللي بره التكامل ثلث بنزله التكامل له المقام 60 تربيع 30 زائد اثنين مطلق زائد جين وهو المطلوب تمام ظبط البسط عشان يساوي الشرط طيب نشوف رقم خمسة رقم خمسة بتقول لك تكامل سين زائد خمسة على سين طيب ما مشتقت المقام واحد سين مشتقتها واحد هل ساوي البسط لا اذا هذا التكامل ما نحل على له ما زبط على القاعدة مشتقت المقام لا تساوي البسط طيب اذا ما نحلش على القاعدة هل معنى ذلك احط يدي عخدي وظني صاف بالسؤال لا ابحث عن طريقة ثانية يلا المقام حد واحد بما ان المقام حد واحد عطيتكم اياه توزيع البسط على المقام وزع البسط على المقام يلا سين على سين زائد خمسة على سين يا عيني عليك توزيع بسط على مقام السين على السين واحد زائد تكامل خمسة على سين حلو نحل السؤال الجزاء تكامل الواحد سين وما تكامل خمسة عسين الخمسة بتطلع برا بيظل واحد عسين والواحد عسين تكاملها لوجرتم السين يا جماعة حفظوها حفظوها عن غير تكامل واحد عسين لوجرتم مطلق سين طيب حلو إذن الفكرة إني وزعت بسط على مقام حلو طيب نأخذ كمان رقم ستة بدنا تكامل رقم ستة بدنا تكامل من ثلاث إلى خمسة تكامل من ثلاثة إلى خمسة سين ناقص اثنين على سين تربيع ناقص اربعة اشتق المقام يلا سين تربيع ناقص اربعة مشتقته اثنين سين لا هذه سين ناقص اثنين ما ضبطش مشتقت المقام ما ساوت البسط إذا لم يتحقق الشرط ما العمل ابحث عن طريقة أخرى دور عبديل آخر البديل أخذناه بالدرس الأول يوجد علاقة تبسيط واختصار بين البسط والمقام بروع المقام بحلله فرق بين مربعين أخذناه بالدرس الأول تحليل اختصار تكامل سين ناقص اثنين سين زائد اثنين اختصار وبعد الاختصار شو بيظل واحد على سين زائد اثنين يلا عيد الشرط ما مشتقت المقام سين زائد اثنين مشتقتها واحد تحقق الشرط معناته لوجريتم المقام سين زائد اثنين محدود من ثلاثة لخمسة يعني أستاذ دا وصل لك مسيج سريعة أخذنا التكاملات مباشرة لوجريتم المقام الشرط جاهز بعض التكاملات بدها نكشة حلل اختصار بعدين بيقلب على لوجريتم وزع بسطع مقام بعدينها بيقلب للوجريتم يعني ممكن ألعب بالسؤال عشان يقلب للوجريتم طيب تعويض الخمسة خمسة واثنين سبعة ناقص تعويض الثلاث ثلاثة واثنين خمسة نقدر نبسط الجواب نعم الطرح برجع لقسمة لو سبعة على خمسة للأساسها لوجريتم سبعة على خمسة تمام طيب رقم الآن سبعة رقم سبعة مشان بعد رقم سبعة أدخلك على اقترانات مثلثية إن شاء الله طيب رقم سبعة بدنا تكامل يلا فكروا لي فيها اثنين سين ناقص واحد على سين ضرب سين ناقص واحد طيب دخل سين على القوس بعدين اشتق يعني خليك يعني خلي عندك شوية عقل دخل سين على القوس أسهل للاشتقاق ادمج سين بسين سين تربيع سين بواحد سين اتفضل اشتق أي حرك طولك شوي بعض الأسئلة طيب اشتق المقام ثنين سين ناقص واحد يا سلام اعطى البسط نعم مشتق اللي تحت ساوى اللي فوق اذا الجواب لا المقام سين تربيع ماقص سين واي زائد جين تمام بس دخلنا سين على القوس تمام تمام يا أستاذ طيب نشوف الآن مسألة رقم ثمانية جذر السين بالله انتبعوا على هاي الأسئلين على سين في جذر السين زائد واحد طيب هل لا بتلقى الطالب بالامتحان نازل يفكر طبعا انتو لسه ما دخلتوا على التكاملات بتبلش من الدرس السادس وطلع اللي بيفكر تكامل بالطعويض تكامل بالأجزاء هذي دروس موجودة لقدام طيب وبيعبي الورقة وحالته حالة يا أستاذ والله من يعارف هذا التكامل عليش يبدأ حله بقول له خلصت كلامك اه يا أستاذ بقول له طيب على الجاي هل عطيت الأولوية أولوية التفكير للوغريتم تعرف شو بيقول لي ولا خطر ببالي ما خطر ببالي اني أشتق المقام واشوف هل بيساوي البسط طبعا ما نعطيتك مفتاح وصيحت عليك ومفتاح مهم جدا أعطي أولوية التفكير للوغريتم في الأخير بيقول لك ما خطر شو ببالي طيب هل هذا التكامل في بسط وفي مقام تعالوا نعطي الأولوية للو تعالوا نشتق المقام شوفوا علي سين مضروبة بجذر السين حاصل مشتقة حاصل ضرب اقترانين الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول صحتين وعافية صح 100% ولكن شو رأيكوا علمين انتوا علمين انه يمكن تبسيطه هذول يمكن دمجهم هذول بقدر أعملهم اقتران واحد كيف طلع علي جذر السين سينسنس على سين جذر السين تابعي لي هون سين جذر السين هي عبارة عن سين في سينسنس والأسس بالضرب تجمع نص زائد واحد ثلاثة عثنين اذا سين بجذر السين سين أس ثلاثة عثنين زائد واحد حولت من جذر لكسر ودمجت سين بسينسنس سينس ثلاثة عثنين جمعنا الأسس واحد زائد نص تمام هيك أسهل للاشتقاق ولا لا آه والله يا أستاذ أسهل تعال نختبر الشرط وروح اشتق اللي تحت اشتق المقام سين وثلاثة عثنين نزل القوة ثلاثة عثنين اطرح واحد ثلاثة عثنين ناقص واحد نص البسط ناقص المقام على المقام هاي نص الواحد ثابت مشتقته سفر هل يمكن يساوي البسط خلينا نشوف المتغير نفسه سينس نص سينس نص المشكلة بالثابت إذا المشكلة بالثابت بده ينحل على اللو بضرب البسط بثلاثة عثنين عشان الشرط يتحقق وبالمقابل بقسم عليه واحد تقسيم ثلاثة عثنين أو مقلوبه ثنين على ثلاث شوفوا يا علمي العبوها صح الثنين عثلاث ضرب ثلاثة عثنين بيروح مع بعض بيروح الثنين مع الثنين والثلاث مع الثلاث رجع زي ما كان حافظ على المقدار ضربنا بثلاثة عثنين بالمقابل بره فيش ضربنا مقلوبه ثنين عثلاث مشان يروحوا مع بعض والطالب اللي قال أنا قسمت بره عثلاثة عثنين طيب واحد تقسيم ثلاثة عثنين يقلبها بتصير ثنين عثلاث وصلت يا أستاذ هل تحقق الشرط نعم إذن هذا التكامل لو جرت من المقام وأوعى تنسى الثابت اللي خارج التكامل بتنزله ضرب لوجاريتم المقام مطلق سين وستلاثة عثنين زائد واحد زائد جيم وهو المطلوب ثلثين في لوجاريتم سين وستلاثة عثنين زائد واحد للأساس زائد جيم شو اللي جذب انتباهك اني ده ما جت سين ضرب جذر السين قبل ما اشتق بدأ الحاصل ضرب اخترانيا ضربتهم ببعض بعطوني سين قوة ثلاثة عثنين اشتقيت المقام اعطاني البسط بس المشكلة بالثلاثة عثنين ضربنا بثلاثة عثنين وبالبرة ضربنا بمقلوبه اثنين عثلاثة مشان يروحن مع بعض تمام يا استاذي رقم تسعة تكامل واحد زائد لوسين على ثلاثة زائد سين بلوسين يا السلام نازل بالامتحان عليش بنحل طبع اعطي الأولوية للو تعال جاي اشتقل للمقام مشتقت المقام الثلاثة صفر ثابت زائد سين ضرب لوسين الاشارة بينهما ضرب هذا ما بندمج مجبر على قاعدة الضرب الاول سين ضرب مشتقت الثاني ما مشتقت لوسين واحد عسين حصة الماضية لوسين مشتقته واحد عسين مشتقت ما داخل اللو واحد على نفسه على سين طب الأول في مشتقت الثاني زائد الثاني لوسين بنزله في مشتقت الأول مشتقت سين واحد تمام بسط لي سين مع سين بتروح واحد زائد لو جاريتم السين هذا مشتقة المقام هل تساوي الباست 100 يا أستاذ لا بده تزبيط ولا إشي هذا ظابط لحاله هاي واحد زائد لوسين هذا هو الباست معناته هذا التكامل شو بيساوي خطوة واحدة لوجاريتم القيمة المطلقة للمقام انسخ المقام ثلاثة زائد سين إبلو السين مطلق للأساس ها زائد جيم انتهى حل السؤال وانت من هون لنهاية الوحدة نازل تفكر عليش بنحل وميت طريقة وبتعبي الورقة هاي حلنا على الوقت اشتقيت المقام ساوي الباست وع هذا المفتاح يغيب عن بالك افرض يا أستاذ مشتقة المقام ما ساوت الباست بروح بدور على طريقة ثانية بغير طريقي التفكيري تمام يا أستاذ طيب هذا المثال الأول انتهينا منه ندخل على المثال الثاني بدي أعطيكم اقترانات مثلثية داخلين على اقترانات مثلثية يلا رقم واحد جد تكامل يلا مثال جديد الآن رقم واحد جد تكامل جيب ثلاثة سين على واحد زائد جتا ثلاثة سين طيب شو نعمل؟ نفكر بالمرافق ليش؟ أعطي الأولوية للوغريتم اشتق المقام مشتقة المقام اشتق اللي تحت الواحد صفر بروح مشتقة الزاوية ثلاث مشتقلي ثلث هذي بالتكامل بتصير ثلث مقلوب معامل سين أنا قاعد بشتق مشتقة الزاوية ثلاث وما مشتقة الجتا سالب جيب هاي سالب وهاي جيب لنفس الزاوية ثلاثة سين هل إلو علاقة بالبسط؟ نعم البسط جيب ثلاثة سين يلا يا علمي فيه أش أضرب؟ أستاذ أضرب البسط بسالب ثلاث ويقسم عليه على سالب ثلاث بس هل تحقق الشرط؟ نعم مية بالمية إذن اللي بره التكامل سالب ثلث بنزله أما التكامل فهو لوغريتم القيمة المطلقة للمقام مطلق واحد زائد جتا ثلاثة سين زائد جين انتهى حل السؤال إذن واللي نازل فيه مرافق هاي وعطيت الأولوية للوغريتم بس كان ناقصني سالب ثلاث ضربت بسالب ثلاث وقسمت عسالب ثلاث تمام يلا مسألة رقم اثنين بدنا تكامل خمسة زائد خمسة ضتا تربيع السين على ضتا السين في بعض الأسئلة بقول للطالب حرك طولك شوي هزحلك شوي ها يعني مش بالضرورة مرات إني أشتق المقام يطلع يساوي البسط على الجاهز بدك تحرك حالك بالسؤال علمي المقام ضتا ما مشتقت المقام والله مشتقت المقام مشتقت الضتا سالب قطى تربيع كوستن مارك هل ممكن يساوي البسط تعال نشوف البسط خمسة زائد خمسة ضتا تربيع أنا شام ريحة متطابقة شو رايكو آه يا أستاذ الخمسة عامل مشترك بيظل واحد زائد ضتا تربيع على ضتا يا سلام عليك الخمسة ثابت تطلع بر التكامل شو بيظل بيظل واحد زائد ضتا تربيع متطابقة وهي قطى تربيع والله الضبط على ضتا سين نرجع للشرط مشتقت المقام سالب قطى تربيع طب هاي قطى تربيع شو ناقصك أستاذ ناقصني سالب بسيطة بضرب البسط بسالب وبقسم على سالب أو بضرب بسالب مش فارقة هاي سالب خمسة بيروح السالب مع السالب ترجع زي ما كانت واللي قسم على سالب طب خمسة على سالب يعني سالب خمسة تحقق الشرط اللي بر التكامل بنزل سالب خمسة أما التكامل فجوابه لو المقام ضتا إذا لاحظوا جواب التكامل مين لو المقام البسط ما بظهر بالجواب بالمرة بظهر بالجواب المقام ناقص خمسة لوقرت من القيمة المطلقة لذة زائد جيم واني الفكرة مشتقت المقام سالب قتا تربيع ظليتني ماسك البسط داير ورا داير ورا تني حصلت القتا تربيع الخمسة عام المشترك واحد زائد ضتا تربيع متطابقة قتا تربيع ناقصني سالب ضربت بسالب وطلعت سالب تمام حلو يا أستاذ طيب نيجي على مسألي رقم ثلاث بدنا تكامل ظل السن حلو لا تقول لي أخذنا لا ما أخذنا ارجع للوصايا العشرة أنا بالوصايا العشرة أعطيتك تكامل الجيب سالب جتا أخذنا بالوصايا العشرة تكامل الجتا جيب هذول أخذناهم بست الحبايب آه أخذنا تكامل الجيب والجتا الآن اللي أخذناهم بالاستبدال مش ظل لا أنا أعطيتك بالاستبدال أربع استبدال ظل تربيع أخذنا الظتا تربيع عليهم تربيع تبعات الاستبدال عليهم تربيع أخذنا تكامل الجيب تربيع وأخذنا تكامل الجتا تربيع هذول الأربعة استبدال هل مر معانا بالوصايا العشرة تكامل تبع على هذا الجروب هل أخذنا تكامل الظل؟ لا هل أخذنا تكامل الظتة؟ لا هل أخذنا تكامل القاطع؟ لا هل أخذنا تكامل القتة؟ لا تعال جاي عينك على هذا الجروب الاخترانات المثلثية عددها ستة جيب جتة ظل ظتة قاطع قتة أنت مش ماخذ غير الجيب والجتة تكامل الجيب سالب جتة تكامل الجتة جيب ما مرش معانا تكامل الظل والظتة والقاطع والقطة أو أتقول مرن مرن بالتربيع ظل تربيع استبدال ظتة تربيع استبدال قاطع تربيع بستة الحبايب تكامل القاطع تربيع ظل والقطة تربيع قانوني بستة الحبايب تكامل القطة تربيع سالب ضتا أما ظل ضتا قاطع قطة ما أخذناهم الله يسامحك يا أستاذ هذول الأربعة كائن مش معطين إياهم لا ما أعطيتك إياهم طب ليش يا أستاذ ليش لأن كل شي بيجي بوقته كل شي بيجي بوقته مين هذول الأربعة ظل هاي هم وظتا وقاطع وقطة طيب نيجي على الظل ما خدناش إلو قانون لأنه ما عندي اقتران أشتقه يطلع ظل شان هيك أنا ما أعطيتك إلو قانون طب أستاذ وكيف نكامله بعد ما خدنا حصة اليوم بعد ما خدنا حصة اليوم يا محترم يا ابن المحترم بتحول الظل لجيب على جتا وبتحلو على اللوغاريتم الله طب كيف دعطيك إياه هذا بالدرس الأول ما كنا ما أخذين اللوغاريتم في علاقة فيه اشتق المقام الجتا مشتقته سالب جيب مشتقت الجتا سالب جيب شو أعمل أستاذ أضرب البسط بسالب وطلع بره التكامل سالب شان نروح مع بعض يا السلام عليك هل تحقق الشرط نعم مشتقت المقام سالب جيب سوى البسط إذن اللي بره التكامل بنزله سالب لو المقام جت السين مطلق وهي زائد جيب إذن تكامل الظل يساوي ناقص لوغاريتم الجتا زائد جيب اسمع الجواب اللي يطلع معاك اشتق لي مشتقت ما داخل اللو الجتا سالب جيب مضروب بسالب موجب جيب على نفسه على الجتا والجيب على الجتا ظل هيرجع لجوه التكامل يا السلام معناته علمي هل هناك اقتران اشتقه يطلع ظل نعم وهو السالب لوغاريتم الجتا طالب يقول احفظي الجواب انهاض وبس يجيني بالامتحان ما تكامل الظل اكتب له السالب لو الجتا لا لان انا كمان مش حافظه بدهم طريقة الحل بتقول له الظل جيب على جتا وبتبين له طريقة الحل كاملة طيب ما ينطبق على الظل وين ينطبق اصداد ينطبق على الظتا يلا تعال علشان ما نمل بدنا عشاء الظتا السين خلينا نشكل الظتا الخمسة السين النوع طب الظتا لقياش نحوله اصداد منحول الظتا لجتا على جيب جتا الخمسة سين على جيب الخمسة سين ونختبر الشرط صار فيه علاقة اشتقي المقام مشتقة الزاوية مش تنسوا الزاوية مشتقة الزاوية خمسة والجيب مشتقته جتة هل إلو علاقة بالبسط أكيد يا أستاذ هاي جتة الخمسة سين شو ناقصك سادة الخمسة وحل المشكلة عادي يا أستاذ بنضرب البسط بخمسة ومنقسم على خمسة يا سلام خبر صرتو يلا اللي برا التكامل بنزل أما التكامل فهو لو المقام مطلق جيب الخمسة سين زائد جين انتهى الحل إذن يلا يا علمي نتفق كيف نكامل الظل والظتة على لو حفظوه عشان يرسخ بذهنك تكامل الظل والظتة بنحل على لو نقوم بتحويل الظل لجيب عجتة والظتة جتة عجيب وبعديها نتأكد من الشرط مش طالب يكتب لي الظل جيب عجتة ويلبس له لا تأكد من الشرط طلع الجواب ناقص له دير بالك وانضربنا بخمسة قسمنا على خمسة إذن لما نحاوله لازم نتأكد من الشرط طيب شو ظل عندكو أستاذ القاطع والقطع هلا كثير طلاب بيعتقد إنه القاطع والقطع بدو ينحل زي الظل والظتة لا بزبطش ليش يا أستاذ تعال القاطع شو بتكو تعملوا فيه؟ بنحكي بلي بنفسك أستاذ القاطع من حوله واحد عجتة عالفاضي لا يوجد علاقة مش طق المقام سالب جيب مكتوب واحد إن شاء الله بدك تقول لي أضرب بسالب جيب ويقسم على سالب جيب لا إحنا منلعب بالثوابت المشكلة بالمتغير فاللي قال حول القاطع لواحد عجتة عالفاضي بعد ما تحوله بظلك تتفرج عليه مش طق المقام لا تساوي البسط وما ينطبق على القاطع ينطبق على القطع القطع واحد عجيب لا يوجد علاقة السؤال اللي بيطرح نفسه طيب أستاذي وكيف نكامل القاطع والقطع أحكي لكم بصراحة آه يا أستاذ بصراحة هذول مش مطلوبات منكم مش موجودات بالمنهج والله ما إني موجودات بس أنا بتعطيكوا إياهم عنه أحكي لكم ليش لأني إذا ما أعطيتك إياهم راح تأخذهن بالمدرسة أو تسمع فيهم وبعدين أنت راح تعتب علي والله الأستاذ بالأونلاين ما أعطانا إياهم والله أنا ما أعطيت لأنهن مش مطروحات بالكتاب بس بتعطيك إياهني زيادة طلع علي هذول كيف حلهم بيقول لك بتضرب البسط والمقام إيش بخطرش ببالك نضرب البسط والمقام بقاطع زائد ظل بضرب البسط بقاطع زائد ظل وبنقسم عقاطع زائد ظل مقدار ع نفسه كإني ضربت التكامل بواحد البعض يتسأل أستاذ يا الله هذا المقدار كيف حصلت علي يا أستاذ حافظه نعم أنا حافظه أنا بحب الصراحة أنا لا فنان ولا إشي ما اخترعته من عندي ولا شطارتي حافظه من أيام الجامعة أعطونا أيام الجامعة الدكتور قال عشان تكامل القاطع أضرب البسط والمقام بقاطع زائد ظل والدكتور حافظه من واحد ثاني في واحد اخترحها وكل معلمين رياضيات حفظوها وإنتوا كمان حفظوها معنا عشان نكامل القاطع نضرب البسط والمقام بقاطع زائد ظل ليش أضرب قاطع بقاطع قاطع تربية قاطع في ظل قاطع ظل على قاطع زائد ظل ضربناهم البعض واضع واحد تمام أستاذ و بعديا ولا إشي الشرط تتحقق اشتق المقام ما مشتقة القاطع قاطع ظل هايها على اليسار هاي قاطع ظل زائد مشتقة الظل قاطع تربيع هايها الجمع تبديلي إذن مشتقة المقام القاطع مشتقة قاطع ظل زائد الظل مشتقة قاطع تربيع هل سوى البسط أكيد هاي قاطع تربيع زائد قاطع ظل إذن هذا التكامل لو قرتم القيمة المطلقة للمقام قاطع زائد ظل زائد جمع آه طب هذا كيف يبدو يخطر ببالك هذا اختراع يا جماعة آه كل المعلمين الرياضيات حافظينه اللي بقول لك هاي أنا ألفتها تردش حافظينه من يوم الجامعة إذن القاطع أضرب البسط والمقام بقاطع زائد ظل ثم اشتق المقام بساوي البسط علمي ما ينطبق على القاطع ينطبق على القتة بس أعطيه حرف الت تكامل القتة نضرب البسط والمقام بقطة زائد ظل بس لما نشتق المقام بطلع لك سالب شو بطلع لك سالب عادي بضرب البسط بسالب وبطلع سالب حركة سالب بس يلا عد عصبعك ظل ظتة قاطع قتة الظل والظتة على اللوغاريتم بنحول الظل لجيب عجتة ومنحول الظتة لجتة عجيب وبنطبق قاعدة اللوغاريتم طب أستاذ والقاطع والقطة القاطع والقطة شواذ احفظهم عن غيب القاطع نظره بالبسط والمقام بقاطع زاء الظل القطة نظره بالبسط والمقام بقطة زاء الظتة بتصير مشتقت المقام بتساوي البسط هذا بالنسبة لتكامل الظل والظتة والقاطع والقطة يا سلام بتعرفوا الآن يا علمي بدي أعزمكم على حفلة حلوين وحلوات شو رايكم والله يا أستاذ اشتقنا لهم حصتك اليوم فيش فيها لا حلوين ولا حلوات عملهم حفلة أنا حفلة حلوين وحلوات ورح تستمتعوا بهاي الأمثلة خليكم معنا حلوين وإيش حلوات يعني متعودين نأخذ مسألة حلوة واحد حلو هلأ عندك جروب حلوين وحلوات مكون من خمس أسئلة وبس أخلص معاك الحلوين والحلوات بدي أعطيك سؤال جد تعرفوا شو يعني جد الجد يش بخطرش ببالك هذا مستوى السؤال بيكون أعلى من الحلوين والحلوات يلا رح تستمتعوا خليكم معاي تكامل عشان مستواك يرتفع ما بدي مستواك يظلي يلا مشتقت المقام تساوي البسط انت علمي تعال تكامل اثنين جيب ثلاثين جتة سيم على جتة ثنين سيم هلأ منطقيا صح انه عندي بسط ومقام اشتق المقام هل بساوي البسط لا مشتقت الزاوية اثنين والجتة سالب جيب المقام لما نشتقه بعطي سالب اثنين جيب اثنين سين انسى الموضوع ملوش دخل في البسط معناته بدن نفكر باشي ثاني مشتقت المقام ما ساوت البسط المفروض انه يا علمي البسط جذب انتباهك هون جيب ثلاثة سين ايه بجتة السين الجيب مضروب بالجتة يبقى انهم ضرب والزوايا مختلفة جيب مضروب بالجتة زوايا مختلفة ذكرني بالدرس الاول الو قانون قوانين الزوايا المختلفة عندك ثلاث قوانين للزوايا المختلفة جيب الالف في جتة البا وجتة الالف في جتة البا وجيب الالف في جيب البا ويقول لك احفظهم يا الله تعال شو قانونها جيب الألف بجتة البا أذكرك فيه نص قوس جيب ألف زائد با زائد جيب ألف ناقص با نص جيب المجموع زائد جيب الفرق يلا ويساوي طبق لي القانون الجيب ضرب الجتة فيه نص علمي هذا النص بروح مع مين مع الاثنين خالص شو بيظل جيب ألف زائد با ألف ثلاثة سين وباسين اجمع ثلاثة سين زائد سين أربعة سين زائد جيب ألف ناقص با ثلاثة سين ناقص سين فيها ثمين سين كله علجة لاثنين سين تمام لهون واضحة الخطوة الأولى والله يا أستاذ واضحة وبينه بينك حلو يا أستاذ قانون جيب ضرب جتة والزوايا مختلفة نص جيب المجموع زائد جيب الفرق راح النص مع الاثنين بيظل جيب الأربعة سين اللي هو المجموع زائد جيب الفرق ثلاثة سين ناقص سين اثنين سين كملوا معي ثم ماذا؟ كل هاي الأفكار انتم ماخدينها أستاذي المقام حد واحد توزيع البسط على المقام يلا وزع جيب أربعة سين على هاي المسألة مهمة من تمرين الكتاب انتبهوا عليها جيب الأربعة سين على جتة اثنين سين زائد جيب اثنين سين على جتة اثنين سين حلو شو هاي الخطوة توزيع باست على مقام طيب روح لي على المقدار الأول جيب الأربعة سين على جتة اثنين سين جذب انتباهة كله لا والله كله شرح الكوياه في الدرس الأول تعبنا عليه الدرس الأول وستاذي يوجد علاقة الضعف صح هذه الزاوية اثنين سين اللي فوق أربعة سين شو بنعمل وستاذي منفرط الضعف على متطابق جيب ضعف الزاوية بروحة الفوقانية الكبيرة وبفرطها علمتنا شعار اوفرط الكبير بصير زي الصغير بس متى بزبط اذا يوجد علاقة الضعف اوفرط لي جيب الأربعة سين يلا جيب ضعف الزاوية اثنين جيب جتا ولما بفرط بقسم الزاوية على اثنين اربعة سين على اثنين فيها اثنين سين اثنين جيب اثنين سين جتا اثنين سين على جتا اثنين سين زاء التكامل جيب اثنين سين على جتا اثنين سين تمام إذن هاي متطابقة فرطناها في اختصار جتة اثنين سين بالبسط مع جتة اثنين سين بالمقام صار سؤال عادي كامل مش تشتاق كامل معامل سين اثنين يقسم على اثنين وفيه بره اثنين بيروح واللي حكى نص قلص اثنين ابن نص بيروح تكامل الجيب سالب جتة لنفس الزاوية سالب جتة اثنين سين زائد اسمعوا هالسولافة عجبتني طالب شو بيقول لي الجيب عالجتة ظل بقوله طيب وبعدين بعد ما قالي الجيب عالجتة ظل شو بيقول الظل بنحل عالله خبناه الظل بنحل عالله بقوله شو بدك تعمل قال نحول الظل لجيب عجتة طب يا ابني الحلال خلي ما هيو جيب عالجتة الله يسامحك يا اوالله يا استاذ والله يسواب وعد فينا بيفكرش يا ابني الحلال مكتوب جيب عجتة او جتة عجيب يعني ظلو ظته ما هو بدين حل علو خليشتقي المقام مشتقة الزاوية 2 والجتة سالب جيب اذا بضرب البسط بسالب 2 وبقسم على سالب 2 بس تحقق الشرط عيد مشتقة المقام الزاوية 2 والجتة سالب جيب سالب 2 جيب هي سالب 2 جيب وربنا بسالب 2 قسمنا على سالب 2 اللي برا التكامل بمزل سالب نص لوجاريتم المقام جتة 2 شو رايكو بالسؤال والله يا استاذ قوي ما عرف ليش استاذ جمع عدة افكار عد عصبعك واحد قانون الزوايا المختلفة جيب ضرب جتة وهي نقطة البداية اثنين فكرة توزيع البسط على المقام لان المقام حد واحد وفي عندي جمع مشان السؤال يتجزأ ثلاث فكرة متطابق الجيب ضعف الزاوية اربعة سين اثنين سين افرط الكبير اثنين جيب جتة توحدت الزوايا اربعة الجيب على الجتة حلنا على اللوجاريتم يا سلام حلو والله حلو طيب ما سأل رقم اثنين تكامل جتة ربيع سين على اثنين على سين زائد جيب السين تعالوا نختبر الشرط مشتقت المقام السين مشتقتها واحد زائد جيب السين مشتقته جتة السين انسى الموضوع مشتقت المقام واحد زائد جتة السين هاي مشتقت المقام ولا الها دخل بالبسط معناته السؤال في حركة هل يمكن تصبيطه خلينا نشوف عينك على البسط جتة تربيع من شلة الاستبدال الجتة تربيع من جماعة الاستبدال بماذا بماذا يستبدل الجتة تربيع يستبدل بنص قوس واحد زائد جتة اذذكرني قاعدت اذذكرني لما تعمل استبدال الجيب تربيع والجتة تربيع الزاوية تضرب باثنين طب الزاوية السينة على اثنين اضربها باثنين بتصير سين الله عليك أستاذ طب شو بنستفيد لما نعمل استبدال للجتة تربيع بتصير مشتقة المقام بتساوي البسط بصير عندك علاقة هلأ مشتقة المقام واحد زائد جتة السين هايها بينك وسين هاي واحد زائد جتة السين يا أولله يا أستاذ يا عيني عليك مستمتع بهاي الأسئلة أولله يا أستاذ كثير رياضيات يعني صار فيها روح حلوة هيك آه ما بدنا كل شيء عطبك من ذهب يلا الجتة تربيع يستبدل بنص واحد زائد جتة السين على سين زائد جيب السين تمام صار في علاقة النص بيطلع براه ايطلع يا نص يا محترم نص ضرب تكامل واحد زائد جتة على سين زائد جيب السين اختبر الشرط 100% مشتقت سين واحد مشتقت الجيب جتة بس تحقق الشرط النص بينزل لوجريتم المقام سين زائد جيب قيمة مطلقة زائد جين وهو المطلوب عجبكو كثير أستاذ الجتة تربيع سلخنا استبدال نص في واحد زائد جتة ذكرني اضرب الزاوية باثنين سين على اثنين ضرب اثنين صارت سين مشتقت المقام واحد زائد جتة هي واحد زائد جتة النص لوين طلع لبرا ذهب نيجي على رقم ثلاث تكامل قاطع تربيع زائد ثلاث ظل ناقص خمسة على ظل السين ناقص واحد اشتق المقام مشتقت الظل قاطع تربيع الواحد سفر هل البسط قاطع تربيع لا ما شاء الله قاطع تربيع زائد ثلاث ظل ناقص خمسة طيب في اكشن معناته تعال القاطع تربيع متطابقة القاطع تربيع يمكن استبداله بمتطابقة وما هي القاطع تربيع واحد زائد ظل تربيع متطابقة زائد أنا متى ما اتذكر انها متطابقة لما يكون عليها تربيع لو ما عليها تربيع هذه مش متطابقة القاطع ما عليها متطابقة بس لأنه عليها تربيع متطابقة نزل زائد ثلاث ظل ناقص خمسة على ظل ناقص واحد إذن القاطع تربيع استبدلته بمتطابقة هذه الخطوة الأولى حدود متشابهة رتب واحد مع ناقص خمسة ناقص أربعة ظل تربيع زاء الثلاث ظل ناقص أربعة على ظل ناقص واحد حلو الطلالة على البسط عبارة تربيعية اتخيل الظل بمثل صاد صاد تربيع زاء الثلاث صاد ناقص أربعة يمكن تحليله عبارة تربيعية بس بجوز ما خطر ببالك لأن هذه العبارة التربيعية على صورة اقترانات مثلثية يلا تحليله زي ما بتحللها نفتح قوسين الظل تربيع ظل بظل هاي ظل وهاي ظل عددين حاصل ضربهما أربعة والفرق بينهما ثلاث أربعة في واحد الأخير سالب مختلفات والأوسط للأكبر هاي موجب وهاي سالب إذن ظل زائد أربعة في ظل ناقص واحد على ظل السين ناقص واحد يا سلام سلم على الحبايب ظل السين ناقص واحد مع ظل السين ناقص واحد ما بعرف أن لما بختصر بانبسط بضحك طيب شو بيظل ظل زائد أربعة والظل عليش بنحل احفظناه على اللوجريتم حوله جيب علجته زائد تكامل الأربعة تحقق من الشرط مشتقت المقام المقام جته مشتقته سالب جيب نضرب بسالب ومنطلع سالب بس تحقق الشرط يلا الناقص بنزل خارج التكامل لوجريتم المقام جت السين مطلق زائد تكامل الأربعة أربعة سين زائد جين حلولة مش حلولة نار يا أستاذ القاطع تربيع واحد زائد ظل تربيع البسط يمثل عبارة تربيعية حللنا ثلاثية الحدود حللنا بين أقواس في علاقة اختصار مع المقام صف ظل زائد أربعة الظل حولته لجيب علجته وحليته علوه الأربعة أربعة سين ذهب شو رايكو بالحلوين والحلوات ولا زعلتكو ما هو بدي أحكي لكم شغلة بصراحة بصراحة أنا ما بدي أضحك عليكم يعني أنا من مصلحتي إني ما أطرحهاي الأسئلة أعطيكو أسئلة كلها تطبيق مباشر مشان تقولوا هين فهمني على الأستاذ وبكرة بالامتحان نشوف أسئلة زي هيك وبعدين تصيروا تسبوا علي لا أنا بالنسبة إلي بعطي الحلوة والمرة بعطيكو أسئلة بالتدريج سهل وسط صعب بالزبط لأنه في طلاب بيدور على فل مارك مش الكل بس بده ينجح بالرياضيات طيب الآن مسألة رقم أربعة بدنا ككامل سين على واحد زائد سين بظل السين كل واحد يا أحلى من الثانية طيب هاي المسألة الرابعة أستاذة كم واحدة حلوة حلوين وحلوات كم عددهم عددهم خمسة قال له هاي الرابعة بظل كمان إيش وحدة هم هلين نمسحون مشان المسألة الأخيرة هم مع بعضهم تمام وهاي الخامسة خليني أكتبها تكامل واحد ناقص ظل على واحد زائد ظل طيب نيجح الرابعة تكامل سين على واحد زائد سين ظل السين ما دام مكتوب على صورة بسط ومقام احتمال ينحل على اللوغرات محتمال الله أعلم طيب اشتق المقام الواحد سفر بيروح حاصل ضرب اخترانين سين ظل السين الأول سين مشتقت الثاني قاطع تربيع السين زائد الثاني ظل السين مشتقت الأول واحد هذه مشتقت المقام ولا إلها دخل في البسط انسى الموضوع طيب معناته بدنا ندور على طريقة ثانية شو ممكن نعمل الكرت الرابح الوحيد اللي ممكن أسوي إني أحول الظل لجيب عجته كثير طلاب بيسألني طيب أستاذ أنا بالامتحان كي أبدو يخطروا بالي أحولوا لجيب عجته الإيجابة في شي ثاني تعملوا لا يا أستاذ اختبرنا الشرط وما تحقق طيب اطلع على المسألة فيه إشي تعملوا فيه تحليل فيه إشي عندك لا يا أستاذ معناته بنسميه للطالب بنقوله الكرت الرابح ممكن أعمل خطوة هذه الخطوة بتفتح شغل للسؤال إذا حولنا الظل جيب عجته ام نفتح شغل شو هو الشغل الله أعلم أحسن ما ظني أتفرج على السؤال مكانك قف فيش شي تعمله فأنت الآن مشان تفتح شغلية محترم والسؤال يتحرك بتروح لي على الظل وبتحوله لجيب على جته حولنا طيب ساتة شو الشغل اللي فتحناها توحيد مقامات يلا هاي على واحد تمام بضربها بجته وهاي بضربها بجته شو بتصير بتصير عندك تكامل سين على يلا المقام اتوحد على جته اجمع البسطين جته السين هاي جته السين زائد سين جيب السين سين جيب سين على جته السين بس أعيد حولت الظل لجيب على جته مشان أفتح شغل بعدين توحيد مقامات سين جيب السين على جته السين بدي أجمع لها واحد وربت هون بجته وهون بجته اجمع البسطين جته السين زائد سين جيب السين كله على جته السين جته السين زائد سين جيب السين على جته السين الكسر لطويل يا علمي هايو في طلاب بيحتار هسا تحويل القسمة لضرب بدي أقلب المقام وصلاة طمين اللي أقلبه مين تقلبه بتقلب المقام بتدور على الكسر لطويل هاي الكسر لطويل اللي تحته بيكون المقام المقام بيجي تحت الكسر لطويل اقلبه يلا ويساوي تكامل سين ضرب يلا جات السين قلبت المقام على جات السين زائد سين جيب السين قلبت المقام اضربهن ببعض هاي عواحد يلا سين جات السين على جتة سين زائت سين جيب السين بس ستوب هل ضلت بسيط ما ضلش بسيط طب شو نعمل والله تغير شكل السؤال اتغير شكل البسط وتغير شكل المقام تعال نختبر الشرط اشتق المقام اوعد قول لي يا استاذ هسا اشتق المقام بطلع البسط بطلع سحر بعدين خالينا نشوف مشتقة الجتة سالب جيب زائد سين جيب السين مشتقة حاصل ضرب اقترانين الاول سين مشتقة الثاني جتة سين زائد الثاني جيب السين مشتقة الاول واحد انتهى الاشتقاق البعيد الجتة مشتقة سالب جيب زائد مشتقة حاصل ضرب اقترانين سين مضروب بالجيب الاول سين مشتقة الثاني الجيب مشتقة جتة زائد الثاني نزلت وجيب مشتقة سين واحد تمام علمي سبحان الله قلوا سبحان الله سبحان الله أستاذ بيروح الناقص جيب مع الموجب جيب طب شو بيظل بيظل سين جت السين سحر سوا البسط هايو سين جت السين مشتقة المقام ساوت البسط هلا لنكيف إذن هذا التكامل لوقريتم المقام جت السين زائد سين جيب السين غيرنا من شكل السؤال زائد جين يلا نشيك عليه على السريع مشتقة المقام مساوت البسط دور على طريقة فيش شي أعمله الكرت الرابح تحويل الظلة جيب على جتها فتح شغل نوع الشغل توحيد مقامات جت السين زائد سين جيب على جتها تحويل القسمة لضرب إقلب المقام هاي الكسر اللطويل هذا المقام إقلبه سين ضرب جتا على جتا زائد سين جيب السين رتب سين جت السين على جتا زائد سين جيب السين إتغير شكل البست إتغير شكل المقام إشتق المقام الجت سالب جيب مشتقة حاصل ضرب اخترانيا راح الناقص جيب مع الجيب شو ظل سين جت السين وهو البسط مشتقة المقام ساوت البسط إذن logarithm القيمة المطلقة للمقام حلو يا أستاذ والله قوي حلو تعال خمسة تكامل واحد ناقص ظل عواحد زائل ظل عبلة يا هبلة والله اليوم ما جبت سيرتك أنا يا عبلة حاولت بس مش قادر مش قادر يا عبلة تيرفوا عبلة شو ساوت نكدت علي بيقول لي هيك بيروح الظل مع الظل أو الواحد مع الواحد أو هذا عكس هذا بيروحوا مع بعض سالب واحد على فكرة فيش أي نوع اختصار لأن الواحد ناقص ظل شو عكسه ظل ناقص واحد مش واحد زائل ظل لا يوجد أي علاقة اختصار أو عحده يختصر طب اشتق المقام الواحد صفر بظل ظل ما مشتقت الظل قاطع تربيع انسى الموضوع فيش طيب أستاذ شو نعمل ما باره شو رايكو صار عندي خبرة الخبرة بالرياضيات من أين تأتي ممارسة أمثلة كل متح الأمثلة بتكتسب خبرة آه والله يا أستاذ شو مالك الكرت الرابح شو الكرت الرابح ستعن حول الظل لجيب عجتها ونعمل توحيد مقامات ها شفيت صار عندك خبرة مر علينا سؤال بشبهه زي هيك آه والله يا أستاذ فيش شي شي نعمله نتسلى نحول الظل لجيب عجتها وربك بيسر يا أستاذ شو نصير بعدين الله أعلم الظل جيب على جتها يا عيني أنا حولنا الظل لجيب عجتها توحيد مقامات يلا روح طالعة هان عواحد ضرب جتها واللي فوق ضرب جتها وهون عواحد ضرب جتها وهي ضرب جتها يلا شو بصير بصير عندي تكامل جتة سين اطرح البسطين لما المقام يتوحد ناقص جيب على جتها على طول الكسر جتة سين زائد جيب سين على جتة سين بس هذه الخطوة كانت توحيد مقامات علمي بيروح بدون مقلبون بيين بيروح المقام مع المقام ايش بيظل طيب بيظل عندي تكامل جتة سين ناقص جيب السين على جتة سين زائد جيب السين عبلا اوعد تختصري ها فش اختصار شكل السؤال تغير لما تغير تغير لما يتغير رد عيد الشرط اشتق المقام الجتة سالب جيب مشتقت المقام الجتة سالب جيب زائد الجيب جتة هل هذا يمثل البسط نعم اعادة ترتيب ناقص جيب زائد جتة هو نفسه جتة ناقص جيب اعادة ترتيب نعم ساوى البسط سبحان الله اذا الجواب لوجاريتم القيمة المطلقة لجتة زائد جيب وهي زائد جيم وهو المطلوب علمي لا تزعلوا مني بهيك اسئلة انا بدي اطورك ووصلك لمرحلة تب عشان بس تدخل عمتحان الوزارة بتشوفوا ولا اشي لو الوزارة تصعبت بعض الاسئلة بيكون انا مغذيك بهيك اسئلة ساعتك كيف تفكر منسميه في خطوة منسميها الكرت الرابح مناش غير نحاول الظلة جيب عجتها وربك بيسر تغير شكل السؤال تمام بدي اعطيكو الان سؤال جود خليكو معي يلا عازمكو على السؤال ما له جود اشي بخطرش ببالك معكوس المشتقة اللي هو الدرس الثالث للاختران قاف السين المتصل على مجاله بالله يخلينا على اول سطرين اذا كان ميم السين اقتران معكوس المشتقة للاقتران قاف السين شو تذكرت لما قال لك ميم معكوس المشتقة معناته مشتقت ميم بتساوي قاف صح ولا لا ايا استاذ حبيت اذكرك بس طيب قبل ما كمل نص السؤال بدي هيك بس دردشة صغيرة شان ان شاء الله احرق لكي على هذا السؤال علمي لو واحد قال لك مركز ايا استاذ دردشة تكامل تكامل قاف على ميم حيث ميم معكوس المشتقة لقاف الطالب الشاطر او الطالبة الشاطرة بقدر يجاوبني على هذا السؤال للشاطرين بس عبلا مش مطلوب منك هذا السؤال عبلا انتي خلص خلصت الحصة روحي روحي طيب تكامل قاف السين على ميم السين تعالوا نختبر الشرط مشتقت المقام مشتقت المقام المقام ميم مشتقته ميم فتحة هل بساوي البسط نعم بساوي البسط البسط يمثل قاف ومشتقت ميم بتساوي قاف اه والله استاذ اه مشتقت اللي تحت بساوي اللي فوق مشتقت ميم ميم فتحة وميم فتحة تمثل قاف ميم فتحة هي نفسها قاف اذا هذا التكامل شو بساوي لوغاريتم المقام ميم زائد جيم اه والله يا استاذ يعني حلوة صح اه والله فكرة حلوة استاذ تكامل قاف عميم هو عبارة عن لوغاريتم الميم لان مشتقت ميم بتساوي قاف على اساس انه ميم معكوس المشتقة طيب بكفي دردشة خليها بالك نرجع للسؤال وكان قاف السين يساوي خمسة في ميم السين يا سلام خليني ابروز لكي اه بالازرق قاف يساوي خمسة ضرب ميم السين طيب ميم السين اكبر من صفر ميم السين بيقول لك الاختران معكوس المشتقة موجب دايما طيب وكان قاف الاثنين خمسة سيبنا منه هذا معطيات بلزم بعدين جد قاعدة ميم السين هذا المطلوب جد قاعدة ميم السين طيب أستاذ اه خلينا نبدأ بالهبل اجا واحد اهبل وستاذ بديك قاعدة ميم بقول له اه بسيطة قسم على خمسة وخلص بقوله كيف يعني قالها قاف السين على خمسة بساوي ميم السين وهو المطلوب هذه قاعدة ميم السين الله لا يعطيك العهن هاي قاعدة هاي هاي هي اللي مش قاعدة تطلعت ميم بدلالة قاف القاعدة ما بتطلع هيك بتطلع القاعدة بدلالة سين مش بدلالة قاف هذا الهبل بديش اشوفه طيب استاذي وكيف ننحل هذا السؤال يا سلام هذه بتروع المعطيات قاف يساوي خمسة ميم ايوه شو ممكن نعمل هون قاف يساوي خمسة ميم السين انا دردشت معاك تكامل قاف عميم لوغرتم الميم طب ممكن هاي المعادلة اكتبها عصورة قاف عميم ولا مش ممكن ممكن شو نعمل يا استاذ قسم الطرفين على ميم على ميم طبعا على ميم على ميم يا سلام شو بتصير قاف السين على ميم السين يساوي خمسة راح اتميم مع ميم طب استاذ لاش اعمل تيك عشان اوصل لهاي تكامل قاف عميم صار علاقة بين البسط والمقام ثم دخل التكامل لميم للطرفين هاي معادلة ما بصير اكامل الايمن واترك الايصر خذ التكامل للطرفين تكامل قاف على ميم يساوي تكامل الخمسة الله تحرك السؤال وما تكامل قاف عميم لو جاريت من الميم يا سلام لان مشتقط المقام تساوي البسط مشتقط ميم ميم فتحة وميم فتحة تساوي قاف اذا مشتقط المقام ميم فتحة وميم فتحة تمثل قاف اذا ساوي البسط اذا التكامل اللي على الطرف الايمن قيمًا جوابه لغريتم ميم السين قيمة مطلقة وهو المقام يساوي تكامل الخمسة خمسة سين وهي زائد جيم تمام في معلومة بالسؤال بتقول ميم السين أكبر من صفر ميم موجب إذن شيل المطلق علمي إحنا ليش بنحط قيمة مطلقة جوا اللو علشان نضمن إنه يكون موجب طب ما هو السؤال قالك ميم السين موجب إذن لا داعي للمطلق إذن هاي الحركة متى بسمح فيها إني محطش مطلق إذا كان لي جوا اللو موجب وميم موجب ما دام موجب شيل عنه المطلق تمام بيد نجيم قبل ما كمل يلي شرحته واضح ولا مش واضح مية المية أستاذ بس والله سؤالك جود قسمنا الطرفين عميم القاف على الميم تكاملها لوغرتم الميم لأن مشتقة ميم هي قاف هاي هي الفكرة طيب بتروع المعطيات قاف لثنين بساوي خمسة طب هاي لو عوضت هون بستفيدش في الشي قاف هون آه برجع للأولى قاف السين يساوي خمسة ميم السين عوض لي سين باثنين يلا قاف لثنين خمسة ميم لثنين حلو كم قاف لثنين خمسة خمسة تساوي خمسة ميم لثنين اقسم الطرفين على خمسة خمسة على خمسة واحد ميم لثنين بتساوي واحد بس تفضل رو على هاي المعادلة وعوض سين باثنين عندما سين اثنين فإنه لوغرتم ميم لاثنين للأساسها خمسة ضرب سين اللي هي اثنين زائد جيم الهدف نطلع قيمة جيم كم ميم لاثنين واحد هايها طلعناها ميم لاثنين واحد هاي واحد يساوي عشرة زائد جيم لوغرتم الواحد صفر صفر يساوي عشرة زائد جيم ومنها جيم سالب عشرة علم الجيم ارجع عوضها يلا بصير عندي لوغرتم ميم السين يساوي خمسة سين زائد جيم جيم سالب عشرة خمسة سين ناقص عشرة هل هذا وهو المطلوب طب نقرأ المطلوب جيت قاعدة ميم السين واني قاعدة ميم السين لا هذي مش ميم السين هذي لوغرتم استاذي وكيف نتخلص من اللوغرتم احسنت كمان فيه فكرة حلوة بنحوله من صورة لوغرتمية الى صورة اسية استاذ انا ابعرفش احول اعطيتك علي مراجعة الله يسامحك ايوا لوغرتم الالف للأساس با يساوي جيم اذكرك با اس جيم بساوي الف اللي تحت اللو اساس جواب اللو الاس هذي الناتج تعال الاساس هاذ بيمثل الاس يلا ركب ها اس خمسة سين ناقص عشرة بساوي ميم السين الله محلاك ميم السين يساوي ها اس خمسة سين ناقص عشرة وهو المطلوب استاذ كثير سؤال قد حلو يا سلام عليك كيف طلعنا جيم استفدنا من المعطيات قافل اثنين خمسة رحنا على هاي المعادلة عوضنا سين بثنين قافل اثنين خمسة ميم لثنين هذي خمسة خمسة عخمسة واحد اذا ميم لثنين بتساوي واحد يجينا على هاي المعادلة عوضنا سين بثنين لوغريتم ميم لثنين خمسة ضرب اثنين زائد جيم ميم لثنين واحد لوال واحد خمسة بثنين عشرة زائد جيم لوغريتم الواحد صفر صفر يساوي عشرة زائد جيم معناته جيم سالب عشرة رحت على هاي المعادلة محل جيم حطيت سالب عشرة طب انا بدي قاعدة ميم اتخلص من اللوغريتم كيف نتخلص من اللوغريتم التحويل من صورة لغريتمية لصورة قسية ها قس خمسة سين ناقص عشرة يساوي ميم السين هذي قاعدة معكوس المشتقة ميم السين الله تمام تمام يا أستاذ سؤال خارجي ما في زيه بالكتاب تمام الآن يا علمي آخر فكرة خلصنا من الحلوين والحلوات والجدات طيب آخر فكرة أبدأ أشرح لكم إياها وهي فكرة غريبة شوي بس شوفوا علي علشان هاي الفكرة الغريبة أساعدكم فيها بدي أعطيك مفتاح إلها إذا كان عندي بالمقام انسى البسط المقام إذا عندي سينتين أكم سين سينتين بينهم جمع أو طرح يعني عندي حدين هذا سين وهذا سين تمام يعني ما في حد مطلق طيب يا أستاذ وبعدين الآن بتروح لي على المقام مثلا هاي سينو السنون سينو السميم بغض النظر إسحاب أيوة أعلى قوة عامل مشترك شو هذي يا أستاذ؟ اتحل لا بالصبر إلك تكون مبسوط بس خليك معاي مثال تكامل ثلاثة على سينو السربعة ناقص اثنين سين أول إشي قبل محل السؤال المفتاح تاعه بالمقام في سينتين هاي هاي سينو هاي سينو حلو بغض النظر شو مكتوب البسط انسى البسط المقام في سينتين حلو تمام يعني ما في حد ثابت شو بتعمل بتروح على المقام الفكرة تبعته وبتسحب أعلى قوة عامل مشترك سينو السربعة وعننا سين مين القوة الأعلى سينو السربعة ابتاخد سينو السربعة عامل مشترك عكس اللي تعلمناه بالمدارس والله أنا الوضع الطبيعي لما يكون عندي سينو السربعة وسين باخد سين عامل مشترك لو واحد قال لك اسحب عامل مشترك بقول له سين هون لا العكس أعلى قوة عامل مشترك ليش بعدين بتعرف طب السادو هاي الفكرة متى بدأ تخطر ببالي المفتاح بالمقام في سينتين ايوا ما في حد ثالث اسحب أعلى سين عامل مشترك افتح قوس يلا اقسم على العامل المشترك سينو السربعة على سينو السربعة واحد ناقص اثنين سين على سينو السربعة سينو السالب ثلاث لأن الأسس بالقسمة تطرح احنا بنقسم على العامل المشترك اثنين سين هايها بالعرض البطيء على سينو السربعة فيها اثنين سينو السالب ثلاث سينو السواحد على سينو السربعة واحد ناقص اربعة سالب ثلاث بعد ما نسحب عامل مشترك اقسم على العامل المشترك طب استاد هاي الخطوة الاولى والخطوة الثانية حلو خطوة رقم اثنين اللي اخدته عامل مشترك ارفعوا للبسط سينو السربعة ارفحها للبسط طبعا الرفع للبسط يشترط ان تكون العملية ضرب نعم العملية ضرب هايها ما انت اخدت عامل مشترك العملية ضرب بصير البسط ثلاثة سينو السالب اربعة لما برفع للبسط بغير اشارة الاس اربعة بصير سالب اربعة على واحد ناقص اثنين سين كوى السالب ثلاث بس يعطيك العافية صار عندي بسط ومقام اختبر الشرط هسا بدين حلعلوه اه استاذي يعني انت اخذت اعلى قوة عامل مشترك عشان تخلي مشتقة المقام تساوي البسط نعم اللي منكو أخد سين عامل مشترك ورفحها لفوق ما في علاقة إذن علشان الشرط يتحقق مشتقة المقام تساوي البسط اسحب أعلى قوة من المقام عامل مشترك متى نتذكرها فيه سينتين بالمقام خذ الأعلى عامل مشترك خطوة اثنين ارفحها للبسط طبق الشرط ما مشتقة المقام الواحد صفر بيروح نزل القوة سالب اثنين بسالب ثلاث موجب ستة اطرح واحد سينة سالب أربعة هل ساوى البسط نعم في علاقة ثلاثة سينة سالب أربعة ستة سينة سالب أربعة شو رايك بس نضرب باثنين آه مشان تصير ستة وبره قسم على اثنين هي صارت ستة سينة سالب أربعة إذن نص لوجاريتم المقام واحد ناقص اثنين سينة سالب ثلاث قيمة مطلقة وهي زائد جين وهو المطلوب والله يا أستاذ ها فكرة جديدة نعم فكرة جديدة بعيد وبزيد فيه بالمقام سينتين خذ القوة الأعلى عامل مشترك ثم ارفع للبسط وغير إشارة الأس ثم تحقق الشرط طبق الشرط ثلاث خطوات اخراج على قوة عامل مشترك رفعها للبسط الخطوة الأخيرة تطبيق القاعدة والتحقق من الشرط أستاذي تمام أستاذ طيب بدنا بس قبل ما تنهي الحصة الله يخلينا ياك تدعمها بسؤال ثاني هاي الفكرة لو سمحت حاضر إحنا جايين نتعلم هسا بتصير عادية روتين أستاذ عمره إيجي عليها وزارة طب نروح هاي وزارة 2017 كان عليه ستة علامات سينة ربيع على سينة ستة زائد سينة كعيد يلا في بالبقام سينتين هاي فيه سينة حلو هياش الفكرة تاعتها تقعدش تجرب مش سينة كعيد عامل مشترك لا القوة الأعلى عامل مشترك سينة ستة سينة كعيد مين الأكبر سينة ستة عامل مشترك اقسم سينة ستة عسينة ستة واحد سينة ثلاث عسينة ستة سينة سالب ثلاث الأسس بالقسمة تطرح ثلاثة ناقص ستة سالب ثلاث خطوة اثنين قلت لك ارفح على البسط تعال الأسس بالقسمة تطرح سين تاربيع عسينة ستة سينة سالب أربعة على واحد زائد سين والسالب ثلاث الخطوة الأخيرة تأكد من الشرط طبق القاعدة مشتقة المقام الواحد سفر سين قوة سالب ثلاث نزل القوة سالب ثلاث اطرح واحد سالب أربعة إلها علاقة بالبسط نعم سينة سالب أربعة سينة سالب أربعة بس اضرب بسالب ثلاث ويقسم على سالب ثلاث ويساوي خارج التكامل في سالب ثلث هذا التكامل لوجاريتم المقام مطلق واحد زائد سينة سالب ثلاث للأساسها زائد جيم وهو المطلوب انتهى حل السؤال تمام تمام يا أستاذ بهذا الشكل بنكون أنهينا حصة اليوم الحصة الأولى تعلمنا الاشتقاق اليوم شو تعلمنا التكامل وانتو شو مطلوب منكم أستاذ حفظنا الدرس نعيد الدرس كامل مع ورقة العمل تمام تمام كل التوفيق لطلابنا وطالباتنا يعطيكم الفعافية موقع حصص أونلاين نضع العلم بين يديك